أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها منتصف شهر آب الجاري وبيّنت الوزارة أنها أوشكت على الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ليصار بعد ذلك إلى مرحلة التدقيق والمطابقة مشيرة إلى أن مجلس التربية والتعليم قرر تشكيل لجنة من الخبراء للبدء في العمل على تطوير امتحان الثانوية العامة بصورة تخفف من الضغوط على الأهل والطلبة من جهة وبصورة متطورة تساعد الطلبة في التركيز على التخصص الذي يرغب الطالب الالتحاق به من جهة أخرى